أنا أروح لدكتور مونة دكتور مونة كاستشاري في الإرشاد الأسري والنفسي وما إلى ذلك بتشوفي أنه فعلا هي دي المشكلة اللي موجودة عند الأسر المصرية المؤخرا يعني زي ما كنت بقول في الجيل بتاعي والجيل الأصغر وما إلى ذلك ولا إنه هناك أسباب أخرى لا هو مبدئيا أنا ما حب أتكلم عن ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بالشكل المتزايد الرهيد ده بحب أتكلم عن إن جنرال في كل العلوم بما فيها للطبيعية والتطبيقية إنسانية اجتماعية لا يوجد ظاهرة وحيدة السبب هناك مجموعة من الأسباب بتتضافر عشان تطلع الظاهرة اللي قدامنا دي ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق على فكرة مش في مصر بس لا في الدول العربية كلها معدلات الطلاق مرتفعة جدا ولكن في مصر يمكن تكون في المقدمة طيب لما نسأل سؤال طب هو إيه السبب في الظاهرة دي أنا أحب أقول لحضرتك إن أنا حط أربع نقاط أساسية وحط عليهم فوكس قوي نمبر ون مؤثرات العصر مؤثرات العصر بمعنى أي كل عصر ليه مؤثرات ومفردات وعناصر بتخلي الشخصية بتكون الشخصية بتاعت الشابة أو الشابة أو ابن هذا العصر يعني هل الفتى والفتاة أبناء الستينات والخمسينات والأربعينات الراي المنمك المثقف اللي كل هدفه في الحياة المعرفة والثقافة والوظيفة والنجاح في الوظيفة زي الشاب اللي دلوقتي طبعا فيه اختلاف فظيع طب إيه مؤثرات العصر اللي موجودة دلوقتي وحب أقولها نمبر ون المؤثر الأساسي اللي بيسبب زواهر كتير عدوانية وغريبة على مجتمعنا هو السوشال ميديا والإنترنت عصر الصناعة والثورة التكنولوجية حضرتك فيه أبحاث ودراسات كثيرة جدا اتعملت وكتبت كتبت في الدول الأجنبية ملخصة إيه ومن أشهرهم كتاب The Shallows اللي إذا كان الناس عارفينه اللي هو السطحيون بيكلم عن إن السوشال ميديا والإنترنت والتكنولوجيا بتأثر على بنية الدماغ يعني إيه بتأثر على بنية الدماغ؟ يعني أنا السوشال ميديا والإنترنت بتحفز إن الإنسان يبقى مشتت بتحفز إن الإنسان ما عندهش تركيز بتأثر على مراكز اللي في الدماغ الخاصة بالتحكم في العاطفة والتحكم في الإنفعالات وإصدار القرارات كمان بتحفز إن الإنسان يبقى عنده تململ سريع بص تلاقي الجيل الجديد ده ما يقدرش يعمل حاجة لفترة طويلة آه عيل زهقانين آه زهقانين كلنا اللي خضع ليه تعاطي السوشال ميديا والإنترنت بشكل حد الإدمان هو أصبح هو أصبح شخص بنيته الدماغية تم تغييرها إلى التشتت عدم التركيز كمان بتأثر على مركز الكراءة فيه مركز في المخ مسؤول عن الكراءة فلذلك محدش بيعرف فيه إقراء دلوقتي وبنكتاب ومثقافة السماع والمشاهدة آه بقى ليه بقى؟ لأن قالك أن السوشال ميديا أصلا متصممة هي أصلا متصممة عشان كده هي متصممة عشان تلغي لك دماغك هي متصممة عشان تخليك عصبي متصممة عشان تخليك مش مركز متصممة هي متصممة للشعوب العربية عشان تعمل فيها كده فدي نمبر ون كمان بتحفز الكتئب بس السوشال ميديا رايحة للعالم مش بس العرب ما احنا هنقول بقى بس احنا عندنا بقى ما احنا ما بنتهمش السوشي ميديا كده ما نحططه في القفص لا احنا بنحط معاها سوء استخدام نحنا صح التعاطي المفرد الشكل اللي بيأثر على حياتنا وان احنا بقينا عايشين حياة مصطنعة حياة استعرضية شو طول الوقت احنا مركزين في ان احنا نصغر اللي احنا عايزين نقوله للناس فده بيعمل اكتئاب بيعلي الايجو هو لما هما بيقفوا قصاد بعضه بيتحملوه شبع وسببه ايه انهم اصبحوا عصبيين اصبحوا سقف توقعاتهم عالي جدا انا بشوف طول الوقت في السوشي ميديا وتطبيقاتها انستجرام وتويتر وتيك توك ناس براكة وبتلمع وجميلة فان حايزة في الحياة الحلوة دي بتفسحوا بيروحوا بيجوا بيأكلوا فده بيعمل حاجة اسمها تنافر معرفي التنافر المعرفي ده التنافر المعرفي ده معناه ايه ان انا بقعد طول الوقت الانسان اصلا مولود مبرمج على المقارنة فيش حد فيه ما بيقارنش فيبدأ يعمل التنافر المعرفي يقارن ما بين وقعه والواقع اللي شايفه على السوشي ميديا فيجيله اكتئاب يجيله عدوانية يجيله طاقة مكبوتة يجيله طاقة ان هو عايز يغير حياته فكل ده بيحصل ايه بقى الايجو بتجبر كمان طب ما يغير حياته بس مفيش حد ضد ان فكرة انت تغير حياتك الى ما هو اكثر ايجابية ما انا هكمل حضرتك فكرة السوشي ميديا هي بقى ايه حفزت ايه حفزت السيلف سنتر ان انا شخص متمركز حول ذاتي ان انا شخص الايجو بتاعي متضخمة فبالتالي انا وكلامي انا ورأيي انا وتسلطي انا فهي بتحفز الانرجسية والايجو فبالتالي بص تلاقي الزوجين يجوا يقفوا قصاد بعض هي مش عارفة تتنازل هو مش عارفة تتنازل لان اللي ايه عندهم متضخمة من اللي هم بيتعرضوا له دي نمبر وان نمبر تو دي مهمة جدا جدا واللي دكتور عاصم يتكلم عنها وتقالت فيه في التقرير فكرة عشوائية الزواج بمعنى ايه احنا بنتعامل مع الزواج في هذه الاجيال على طريقة اللي هو وقت الوجبة انت جيه وقت الغداء يلا قومت غداء زي منبقى في الفندق وقت الفطار الحق الفطار في الفندق اللي حيفوتك فبتقوم تفتر حتى لو انت مش جعين فنفس القصة وفكرة برضو طريقة الديدلاين انا دلوقتي خلصت جمعة يبقى ده حان الوقت انا نزم اتجوز جوز طيب يبقى وقت الخلفة طب هل انتو عندكو بقى السبب التالت عندكو فكرة الوعي وثقافة الزواج والحب هل انت تعرفت على نفسك هل انت فهمت نفسك هل انت عرفت احتياجاتك وحددتها علشان تبتدي تحدد اهداف الطرف الاخر انت حققهاله وهو يحققهالك ولا لا هل انت عارف اهداف المنظومة الزواج نفسها طب عارف واجباتك ومسئولياتك لو انت جيت سألت اي حد سؤال بسيط جدا هو انت بتتجاوز لي هتبصت لايه يعود يفكر كده ويزن انا اتفركت واشتغلت اتجاوز بقى اه ويزن ويعد يدور على الاجابة في دماغه وبعدين في الاخر يقول ما هو انا لازم اتجاوز نتيجة تلتة طيب ما انا عشان انا عايز اكون اسرة طب انا عايز اجيب ولاد طب انت هل انت كف ان تكون رب اسرة هل انت كف ان تربي اطفالك فادي رقم ثلاثة رقم اربعة بقى مظلة العيلة التي اختفت اللي كانت موجودة زمان وكانت بتضلل على الزجين ويبقى فيه كبير عيلة بيقول فيه صح وفيه عيب ويبقى انت ليه كبيرك الجيل الجديد ملوش كبير كبيره دماغه تمام نيجي بقى لفكرة غياب الوعي والثقافة احنا عندنا تعليم شهادة موثقة ان انا تعلم لكن لا يوجد تعلم ولا ثقافة ولا معرفة ولا وعي فاذا غاب الوعي طب انا ما عنديش لا نطج عقلي ولا انفعالي انا هختار ازاي اصلا هيبقى فيه عدم نطج في الاختيار فيه عدم نطج في الحياة الزوجية عندي سقف توقعات عالي او في الزواج داخل عايزة تبسط وتصور واعمل ترند واعمل حفلة واطلع على السوشال ميديا لكن فين جوهر الزواج مش موجود غير كده تبسط تلاقي مثلا الازواج عندهم التوقعات الخرافية اللي هو انا داخل انا في فترة الخطوبة اللي هي فانتازية الخطوبة انه طول الوقت قاعد بلصا في الخطوبة قاعد استعرض وقاعد اداري وقاعد اخبي وقاعد اعمل كل الحاجات اللي من قبيل الطرفين امشي الطرفين من قبيل امشي ومن الاحل كمان في النهاية بيخشوا يكملوا يلاقوا نفسهم كل اللي هما التوقعات الوردية بتاعتهم اللي هي ايه ده هيتغير هو فيه تغيرات جزرية من شخصة دلوقتي هيتغير جزريا بعد الزواج والتوقعات الوردية كمان فيه الحياة نفسها اللي مش عارفينه الناس ان الحياة الزوجية 80% مسئولية وواجبات وحقوق 20% فقط متع واستمتاع وال20% متع واستمتاع متوقفين على ال80% هل انت قديت مسئوليتك واجباتك وخدت حقوقك فاذا انت راضي فهتعرف تاخد ال20% اللي هي تمتع واستمتاع لان انا ما اخد حقوقي منك كراجل وانت تاخد حقوقي مني كزوجة هيحصل في رضا هيحصل في تفاهم فبالتالي الرضا والتفاهم والحب هيوصل للاستمتاع نفرح بقى نفرح بقى